قولي يا زي هي المليار دولار احساسها عامل ازاي؟ احساسها بيبقى ايه؟ يعني انا عايز اعرف بس احساس المليار ده طعم و... انت ما قربت عليه؟ منسألك الحين يا ماشاء الله عليك كلنا موظفين الموظفين ما يعملوش فلوس ازاي التجار افطار واحد يعمل فلوس في الدنيا هو التاجر ده نمرة واحد انت ما فيش موظف وتاجر اه مفيش ما عمرك تاجرت بشي بحياتك ما فاشل جدا ايو انا كذلك المليار دولار المليار دولار احساسي احساسهم ايه طعموهم ايه؟ انا اباسألك سؤال كم شركة عندك؟ منرجع للقاء ما شاء الله عليك انا احلفلك طيب اسمع ترى انا عندي ترى نظام شكله جايب ومعلومات عندي محاميين وعندي خلوهم يدوروا لا لا خش معايا بالنص ابغاك تقول الحين اي شركة انا املكها يزيد يملك 50% او طالب الورثة ما شاء الله عليك بس احساسنا بيبقى عامل ازاي؟ او هل بيبقى رقم انت بتبقى عايز تصاله؟ لان انا مثلا انت عارف في اليومين دول مطلعين عيننا بتوع اللي هو اسحى بادري لو صحيت بادري هتبقى يزيد الرجح بكرة مش عارف ايه بلاش تاكل ساندويتش بتاع حط قدامك الهدف الاولان المليون وبعدين العشرة بتفكير فيهم هل هو غاية ولا هي بتقيل وحدها تتعمل ازاي؟ انا بعطيك وجهات نظري انا عندي فلسفة صحيح والله انا دايما اقول في النهاية الارقام ارقام تتفرج عليها يعني في النهاية رقم لا انت مزود ولا منقص في ناس كثير تجار كثير رجال عمال كثير على مستوى العالم طيب يبني الثروة هذي ما يستمتع في الثروة في كثير ترى كثير طبعا ما يستمتع وانت عارف وانت عارفه كثير بس بجمعه طيب وبعدين انا ما بغير صيل من ذول البعدين عند انه ب Cause they brought ME برنامج بدون شف هذا ما بعدي أنا ما بغير صيل من حقين بعدين انا بغير اقول انت اول بول انا ما بغير اقول ليهتوا الشباب ويعادي يوما حنا فيه هنا فيها حشان بعدك بس garyجب 춤 فالبعده فأنا في ناسة وامول شي هي رقم يعني انا اقول اليوم رقم في النهاية يعني بعد الخمسين مليون gli المخاطر بعد خمسين مليون انا شوف انه رقم. اي كلم. رقم. باع خمسين مليون دولار. اللي هو. ملوش طعمي. لا لان في النهاية انت. يعني في النهاية خلاص انت عندك كل شيء وبيتك وخلاص. مش راح تستخدمه. ما راح تستخدمه. ما في النهاية بس تاجر فيها وضيع وقتك تشتغل وتستمتع. يعني العمل متعة. يعني انا. انا والله العظيم. اقول حتى اصدقائي اللي معي يقولون دايما سأسوا. اقول طيب متى لين? لين متى? افتح شاركة. اقول خلاص بس هذي اخر شاركة. بعد افتح شاركة. بعد اقول طيب خلاص يكفي افتح. كذا لان الموضوع مبطمع. انا مبطمع. بس انا مستمتع. لان متعة. فتشاركة ويلا جب وننجح. يعني فهمت. يعني. تقريبا متعة الموضوع اكثر. تستمتع لي. هو هيك بسير. متعة ببطل الفلوس محرك. يعني. مثل هلأ الفلوس بتحركك لتعمل برنامج. ولا الشغف. انا بحس الشغف عمورة. شغف الفلوس. شغف الفلوس. او فلوس الشغف. شغف الفلوس شو بدك تعمل فيها هلأ اللي بتجيبها هلأ. عايزة جيب طيارة. ايوه. خاصة. مش عارفة الاغنية اجيب لك طيارة. ايوه. اذا طيارة. انا شوف الارقام في النهاية ارقام. بس فيه ناس تركض. ولا تستفيدوا. هذي. هذي. هنا نقولك النقطة.